الشريعة الإسلامية لم تترك مجالا ولم تترك مكانا لأي لون من ألوان الإذاء سواء كان إذاءا نفسيا أو إذاءا معنويا أو إذاءا حسيا فانتهى الأمر عند ذلك الحد النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم الحقيقي الذي هو مسلم فقط يعني لسه لم يترقى إلى ضرية المؤمن ولا المحسن ولا المخلص ولا المتقي لا دا المسلم بس قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والنبي عليه الصلاة والسلام خص اللسان والذكر لأن غالب الأذى يكون باللسان وباليد لأن أكثر الأذى اللي بيقع على الناس بيقع باللسان وبيقع باليد وقدم النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام اللسان على اليد لما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده مش من يده ولسانه مع أنه ممكن يقع الإذاء بالرجل ممكن تشوت واحد برجله أو تكعب الواحد أو تعمل كذا وانت ممكن تعمل ده ما هو ده نوع من أنواع الإيذاء برضه لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللسان واليد بأن غالب الأذى وأقرب حاجة في الأذى بيجي باللسان وباليد نمرة اتنين اللسان قدم لأن للإيذاء الحقيقة الإيذاء بيشمل الماضي ويشمل الحاضر ويشمل المستقبل يعني الإيذاء باللسان يعني ممكن في مجلس واحد واحد يقول بلسان وكلام يجيب الماضي والحاضر والمستقبل ومثاله ذلك هدرملك مثال لو واحد مثلا كان زميلا لي في العمل وبعدين الراجل ده كان مثلا غير أمين أو غير مؤتما يعني وراجل كان ممكن يكون كذاب ممكن يكون لص ممكن يكون حرامي مرتشي أي مقوة وبعد فترة من الزمان الراجل ده توفى ميته وخلاص خلصت بعد فترة من الزمان جاء ابنه يتقدم لبنتي أنا فأنا ممكن أقول له أنت ابن مين فيقولي والله ده أنا ابن فلان اللي كان صاحبك في المكان الفلان فأنا هقول جملة واحدة بس قدام الناس كلها هقول له الله يرحم أبوك كان حرامي مثلا مثلا بس كده لا الله يرحم أبوك كان حرامي أنا أذيته في الماضي اللي هو أبوه وأذيته في الحاضر في الوقت الراهن وأذيته في المستقبل أنه لو واحد تقدم بنت أي واحد من اللي موجودين مستحيل أنه هم أصلا يقبلوه أو يعمله إذن أنا بضربلك مثلا إذن الإذاء باللسان يشمل الماضي ويشمل الحاضر ويشمل المستقبل هذه الثلاث حاجات لبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عنديك وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديك كمان الإذاء باللسان بيجي بدرجات مختلفة فممكن يكون الإذاء باللسان سبا وشتما وهذا الإذاء إذاء يعني معنوي يقع على معنويات الإنسان نفسه ممكن تسب إنسان أو تشتمه أو تلعنه أو تعمل حاجة من الكلام ده كذلك اللسان يأتي في مسألة الغيبة إنك تتكلم على واحد وهو مش موجود فهذه غيبة وهذه الغيبة محرمة والنبي أعلى الصلاة قال أتدرون لما الغيبة قالوا إنه أعلى الصلاة قال لهم إيه أتدرون لما الغيبة فقالوا لها صلى الله قال دكرك أخاك بما يكره إنك إنت تجيب حاجة فيه يكون هو بيكرهها كذلك من الحاجات اللي بتدخدش بالنا منها قوي بإذاء اللسان هو التدخل في شؤون الآخرين من أقوى أنواع الإذاء الذي يقع فيه الناس دون أن يشعروا أن يتدخل في حياة الآخرين أو في خصوصياتهم أو فيما يختصون به فأنا مثلا لو أنا قاعد مثلا دلوقت وشايف واحد قاعد ولا كذا بيعمل حاجة ولا بتاع فأنا مليش علاقة تدخل في خصوصيته فأم أقول لك ده فلان ده بيعمل كذا السوج قاعد بيسوي كذا استكازها ستدخل في خصوصيات الآخرين يعني واحد بيزحق لمراته مثلا يعني في خلاف بينه وبين مراته أنا إيه دخني إن أنا أقول إن هو هي اللي عملت ده في ناس بتنسج القصة كاملة طبعا البيوت بتبوز بسبب كده يعني ممكن أخت تتدخل في حياة أخوها نعم فتقول له مراتك سايبها مثلا بتعمل كده ليه أو مديها ده ليه قصص أو زوجة تتدخل في حياة أخت جوزها فتقول له أنت سايب أختك يعني الدنيا ببيضة بسبب التدخلات دي التدخلات دي عينه الأذى أيوة صح؟ أيوة عينه الأذى هو التدخل التدخل فيه غير وربنا قال في القرآن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا شو دولي بهتانا وإثما عظيما بالقرآن بيقول بهتان البهتان ده حاجة أصعب من الغيبة قالوا لي يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول يعني أنا بيقول يا رسول الله أعور والله حرامي هو فعلا كده فأنا قلت اللفظ ده قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته المهتان أمر أعظم في العقوبة وأعظم في الجرم نفسه هذا الجرم أكبر ليه؟ لأنك إنت عملت حكتين اغتبته وذكرته في غيبته هذه واحد نمر اتنين وصفته بما ليس فيه فأنت كده عملتني مشكلتين فربنا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات سواء كان الإذاء باللسان أو سواء كان الإذاء باليد أو أي نوع من أنواع الإذاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإذما مبينة احنا ليه نتحمد هذا البغتان أو هذا الإذم المبين العظيم اللي الإنسان يتحمل